السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع بدأ الآن التمهيد إلى عدم التعامل بالأوراق النقدية واللجوء لكي نستخدم البطاقات المصرفية الآن مصرف إشبار كاسة وبشكل يعني ربما يكون مفاجئ وهو أكبر مصرف بألمانيا يحذر الناس والعملاء والتحذير هو ضد المال القذر مقصود بالمال القذر هو ليس المال المزور أو غسيل الأموال بل الأموال العادية لأوراق النقدية المتسخة والتحذير ينص على أن الفئات النقدية الأكثر استخدام بألمانيا هي الخمسة يورو والعشر يورو والعشرين يورو هذه كل ورقة واحدة منها خصوصا الخمسة يورو بها حوالي ثلاثة آلاف نوع من البكتيريا القابلة للانتقال للإنسان بسرعة كبيرة وتسبب للمرض طبعا هذا الشيء وليس جديد علينا شيء متعارف ويعني نحن نقول لأطفالنا غسلوا إيدكم قبل الطعام خصوصا بعد ما تمسكون الأوراق النقدية لأنها وسخة ومسكها يعني ربما تكون مسكها الكثير من الناس سواء المرضى أو اللي إيدهم متسخة وهي مليانة جرافيم ولكن الأنظار الآن لشبار كاسة البعض يعتقد أن الترويج من قبل المصارف بألمانيا ضد الأوراق النقدية بهذه الطريقة هو تمهيد لليورو الرقمي وتمهيد للتعامل للبطاقات المصرفية طبعا قد يشكك البعض ويقول أن المصرف ما يستفاد من الرقمنة الأموال والحقيقة يعني هي معاكسة ما المصرف يستفيد بشكل كبير من كل عملية دفع نقدي نقوم بيها المصرف ياخذ نسبة ولما ندفع بالمال الورقي فالمصرف ما يستفاد بأي شيء على سبيل المثال هذه الورقة النقدية من فئة 100 يورو لو أشتري شيء بيها فالمصرف ما راح يستفاد بأي شيء ولكن لما أخليها بحسابي البنكي وأدفع بيها بالسوبر ماركت فالمصرف سيأخذ نسبة وحسب يعني تعريفة مصرف أشبار كاسة فكل عملية دفع بالبطاقة المصرفية تكلف 49 سنت بمرور الزمان ودون أن تدرك فالمصرف يأخذ منك ومني النقود الورقية على شكل رسوم وإجور للمدفوعات واستخدام البطاقات المصرفية كل 200 عملية شراء أو استخدام البطاقة المصرفية طبعا تختفي بها هذه المئة يورو ولكم أن تتخيلوا كيف أن الأموال كلها سيتم سحبها إلى المصارف وإلى الحكومات لو تحولنا كلنا إلى البطاقة المصرفية واليورو الرقمي فحتى الآن لما تشتري من مطعم وتدفع بالبطاقة المصرفية فالمصرف يأخذ منك إجور استخدام البطاقة ويأخذ من صاحب المطعم إجور استخدام السكنر اللي هو قارئ البطاقات موضوع التالي أصدقائي بوتين يحرك قواته النووية إلى حدود الاتحاد الأوروبي الآن بالدول الأوروبية هناك خوف وترقب مما يحصل داخل روسيا فالرئيس الروسي قام بتجديد ولايته لستة سنوات أخرى وخلال هذا الشيء قام بإعطاء أوامر للقوات المسلحة الروسية بإجراء تدريبات نووية قرب الحدود الأوروبية وتحديدا قرب حدود أوكرانيا حسب وزارة الدفاع الروسية فإن التدريبات النووية هي لزيادة جاهزية القوات الروسية في حال حصلت مواجهة نووية بينه وبين جهة غربية أيضا يوم أمس مساء روسيا اتخذت موقف جديد من الدول الأوروبية وقامت بتهديد بريطانيا بالرد الحاسم ضدها والسبب هو أن بريطانيا أعطت أسلحة لأوكرانيا ومنها صواريخ بعيدة المدى وسمحت لأوكرانيا بأن تستخدمها لضرب أهداف بالعمق الروسي حتى الصواريخ الآن مزودة برقائق أليكترونية ممكن تمنع بريطانيا ضرب أهداف داخل روسيا ولكن يعني سمحت لأوكرانيا بفعل هذا الشيء أيضا وزارة الدفاع الروسية وضحت لشعب الروسي أن أمريكا تعمل على أعطاء الأوكرانيين صواريخ بعيدة المدى حتى يستخدموها ليس للدفاع عن نفسهم بل لأجل أن يضربونا لأجل أن يضربوا العمق الروسي هذا تحشيد هذا دفع الناس للخوف والالتفاف حول السلطة والتطوع بالجيش وقال بوتين أن أمريكا والدول الغربية يعملون على أعطاء أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز F-16 وهذه الطائرات قادرة على حمل صواريخ بها رؤوس نووية تكتيكية لذلك نحن سنزيد الجاهزية النووية تحسبا لأي طارق الموضوع التالي أصدقائي تحذير من الجريم المنظمة بألمانيا ببرلين راقت الشرطة يوم أمس اتصالات عديدة من أشخاص سمعوا صوت ضرب رصاص بشوارع من ضمنها مش بيكتفيلد وهوس كاذلفيق هذه الشوارع صار بها ضرب رصاص والناس سمعوا أطلاق النار الشرطة استجابت لنداءات الناس بسرعة أتوا لمكان الحادثة وعثروا على رجل مقتول ممدد على الرصيف طبعا حاولوا إنعاشه ولكن بدون فائدة فشلت محاولات الإنعاش لم يتم الكشف عن هوية الضحية ويعني حتى الآن هذا ما يتم البحث بشأنه وشهود العيان قالوا إحنا سمعنا أطلاقات رصاص ورجال من سيارة متحركة أتت بسرعة أتوا جنب الرجل وأطلقوا الرصاص عليه بشكل مباشر بمنطقة الرئيس طبعا وصفت شرطة برلين العملية بأنها إعدام بحيث مطلقي الرصاص أرادوا قتله وليس جرحه ويعني ربطوا الدافع بعالم الجريمة المنظمة اللي بدأ الآن ينتعش ويزدهر ببرلين وحث رئيس شرطة برلين اللي هو كلاوس كانت على حل مثل هذه الجرائم وطلب بمزيد من الدعم والمعلومات من شهود العيان شرطة دور عجنات وأي شخص لديه معلومات تريد منه لإطلاق بمعلومات لهم الموضوع التالي أصدقائي كم يكلف الزواج بألمانيا طلب كثيرين مني نشر فيديو عن تكاليف الزواج والصراحة ما كان عندي معطيات موثوقة أنشرها لكم حتى أتى هذا اليوم ونشر موقع ميركور الإخباري تقرير يفيد بأن الزواج تأثر بحرب أوكراني وبالتضخم وارتفع ثمنة زادت تكاليفه ولمعرفة كم يكلف الزواج ومراسيم الزواج بألمانيا وللمقارنة بين تكلفته هنا وتكلفته بدولنا العربية قامت مؤسسة ويندي بليس وهي أكبر مؤسسة لعمل خطط حفلات الزواج شاركت بيانات آلاف الأزواج بألمانيا اللي تزوجوا حديثاً ونشرت بيانات كلفة زواج الحفلات مراسيم الزواج بألمانيا بالقاعات وإلى آخره وبينت البيانات أن هناك أزواج ينفقون القليل من المال على حفلات الزواج يعني تحت الخمسة آلاف يورو وهناك أزواج ينفقون أكثر من أربعين ألف يورو ولكن هناك متوسط متوسط تكلفة حفلات الزواج بألمانيا وهي خمستعش ألف واربعمائة واربع وعشرين يورو هذا ما يدفع الغالبية العظمى من الناس أكثر من ثمانين بالمية وهي الخمسة عش ألف اللي هي المتوسط تنقسم على أولاً المكان والطعام والشراب أي القاعة المخصصة للحفلات وهذه الأمور تكلف حجز القاعة والطعام والشراب يكلف سبع تالاف وثمانمائة يورو بالمتوسط ثانياً المصور المصور سواء الفيديو أو الفوتوغراف أو الصور يكلف ألف وستمائة وسبع وسبعين يورو ثالثاً فستان الزواج تجارة فستان الزواج رائدة بألمانيا يكلف شراء ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانين أو ثمانية وخمسين يورو هذا بالمعدل العام هناك ما هي أغلى بكثير وأرخص يعني من هذا الرقم رابعاً حتى تشغل موسيقى بقاعة المناسبات لازم تدفع أموال لجهة منظمة أو لديجي طبعاً يكلف بالمتوسط ألف وأربعمائة يورو خامساً الزهور تكلف ثمانمائة يورو وبصورة عامة متوسط عدد الضيوف يكون بألمانيا عادة ستة وستين شخص طبعاً عراس الأجانب أنا حاضر بعضها كالعادة فوق الأربعمائة شخص والخمسمائة شخص يكونون المدعوين خصوصاً عراس الأتراك ثلاثة عشر بالمئة من العرسان ينفقون أقل من خمسة ألاف يورو على زفافهم يعني 13 بالمئة هذه هي أقل نسبة انفاق بينما 2 بالمئة ينفقون أكثر من أربعين ألف يورو والغالبية العظمى تنفق مع معدلة ستة عشر ألف يورو إن شاء الله تكونوا أخذتوا فكرة شاملة عن الموضوع أنا الصراحة لم أجد هذا الموضوع مطروح بكل المحتويات العربية لا تكاليف الزواج بألمانيا ولا حتى ببعض الدول الأوروبية وأنا ملاحظ شيء وهو صرنا نادراً من نشوف حفلات زواج سواء أجنبية أو ألمانية تذكرون قبل الكورونا دائماً كنا نشوف أو نسمع عراس الأتراك يضربون زمور بالسيارات أو يطلقون جرس الهورن بالسيارات أما الآن حتى هذا الشيء صارت نادر جداً وبالسابق كنا نشوف أمام الراتهاوس أو الدوائر الرسمية مثلاً عرسان لابسين بدلة العرس العروس لابس العرس وحواليهم ناس يعني يصفقون يسجلون نفسهم بالبلدية كمتزوجين لأن حتى هذا المنظر يعني مفقد الله يعيني الشباب العزاب على الغلاء والأزمات والمتطلبات المرهقة للزواج بالوقت الحالي وصلنا للنهاية شكراً لكم مع السلامة